مرحبا بكم حبيباتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي زحة جيدة اليوم إن شاء الله شاركتكم روتينة جديدة في قناتي كماراكم تلاحظو نطع الصباح وفطرت وكل شيء بعد حبيت ندير عصير برتقال طبيعي بما أنه دركة رهي كترة هذي الطنصان رهو وقتها فقلت ندير ندير عصير في هذ الفترة ندير عصير في هذ الحمضيات عم بلكم كل حاجة في وقتها مليحة يعني كل حاجة في وقتها عندها حكمة ولازم نكتروا منها وزيت حاجة طبيعية أكتر بالعادة ما نشربت العصائر هذي اللي تتبع أبدا ولا حتى المشروبات الغازية هذو خاطيني حتى ناكل برا دومون ديق العامة ما نشربت كموقتكم العصائر وكي يعود وقتها كما هك نبروفيتي فيها بالصح ماكسيمون هناك مراكم طلعته درتب هذا الروبو شريته ماهو شغالي بزيف يعني يدير من بمئة مئتين الف براتيك بزيف يعني جست تقسم الحبتات الطمسان هكا على الزوج وجست برك تضغط عليها كين دو بيات كينة واحدة كبيرة شوية لما تكون الحبتات الطمسان كبيرة وكينة واحدة صغيرة لما تكون الحبتات الطمسان صغيرة كمراكم تلاحظو يهبط اكبر كمية من العصير يعني خلي غير هدوك هدوك اللي ديشي المهم هنه هدو لكاغا في هديت هذ نصف لتر هكاك كماشتو تحصلت على كمية كبيرة يعني عجبني هدو اكتر من اللي كان عنديو كنت ديش عدلت لكم عليها فيديو ياريت مادرتوش بسكم بعد هنكملو الروتين تاعنا هنه حطيت نحية هدو الكوفو علي بش نغسلو لاني بدلتو دو كتوفو وش حطيت حطيت في اللاماتين تاعي هدي لي بفريمان ساعدتني قالوا لي بزاف اسكم ليحا يعني ديما ننصح انه غسالة سانسونج روعة وصعرها يعني مش طايح لا في نفس الوقت يعني مش غالي خلا نظن رهيدو كفاية خمس ملايين بصح حاجة لي الواحد يعني ما يندمش عليها خلاص خلاص المهم هنه ايه شغلت برك لي انو الكوفو علي هدك راهو في الحقيقة مضيف يعني انا كل سمنا نبدل فحطيت برك في هداك اكس براس تاع ليه ليه برك ثم بش نحية برك الغبرة بسكو عليه جسد نحطوها كف النهار ونحيه بعد جنغال مومنتي ليزيش بزيب هدا الكوفو علي خليت القشا يتغسل وبعد روحت ندير اللغة اللي كنت من بروغرامية من الاول اني ندير عدس كان هداك النهار كان يوم بارد شوية فهنا في الاكوكوت رح نديرو تابو منذروا ببرك لاني يا قدلكم كما تعود عندي الخدمة نخدم معناها برا نحب ديما الحاجة اللي نطيبها ندير ببرك تابو منذروا ونركز على كوكوت مش كما كيعود عندي الوقت الوصفة على عدس تاعي كذلك من ارواع ما يكون ما تبدوش تقولوا لي بسكو بالحم نوع يعني كنت نديرو هكا بحتي بلا الحم وتجيبني نحنا قليتها كمشتر هي اطراف صغيرة اخلا بلك بلك بعشرة الاف تجي يعني وانا نشرب خمسة نفو نقسم هكا غير شوية اطراف برك جسد باشا نقلي بيها حطيت بصلة متوسطة الحجم رابيتها مليح مليح ومن بعد هنه يخديزوش حبات انتاج الزر ميكونوش كما نقول احنا شارفين بهم يبقاش يبسين ودرت هكا مص مغرف كبيرة انتع طماطم مص ببارة خلت هد المكونات كامل مع بعداهم ما حطيتش طماطم مع اللول على جلبك العدس بس كاكين نادفة وين حبوب مطيبش حتو بلا كوكوتو تبقى يبسا فحطيت الملح هكا في الاخر خليت السعى نعم بلكم نخلي السعى المكونات هكا تتقلى جيدا وكنت موجدة فوق النار الماء الساخن جدا يعني باش لانو لو نحطوا برد على هديك الحم يصر هدك الشوك لي ما يخليش الحم الطيب المهم هنا خليتو حتى هد المرق بداية هذ الغلية وحطيت العدس اللي كنت بيتو ليلة كاملة في الماء رطبتو ليلة كاملة في الماء بعد غصلتو السعى جيدا صفيتو وضفتو للمرق اه ركزوا يعني هد الفترة على المأكولات الصحية والعدس عملكم بزاف يعني صحي المهم حركت هكا جيدا مع بعضاهم بعد جست نخلي المرق يصدي هذ الغلية سعى نغلق لكوكوت هنا تقدروا تديرو قرن فلفل حار ما عنديش يعني جيتو مفاكر فلفري جدا لقيتو ما عنديش ما عنديش انا مشكلة نقول لكم انو نسيت يعني بس ك يعني نتصرف معكم سبونت يعني نسيت مشريتش مشريتش عادي جدا خليتو يطيب والان رأي حبيت نشاركم تغير باسية كا ولو انو باطيت هو مع ذلك يعني مد هكا ندرع للغرفات تاعي ديرو الصلد يعني في واحد الحانوت في هدا الكوات يعني تيسيو تاعو مليح لواطن تاعو مليحة مخيط يعني بشكل جيد جاية يعني فيه زوجة دوب الفاث اه ومعاه زوجة مخاد بركن الحاجة لي ما عجبتنيش في المخاد انو ما عندهمش اه ما قلو هكا بس نغلقها نفهم يتيو ولا حاجة ولا اذكراتش ولا بس نقفلها جاي نغل هكا تحط فيهم المخدة ويبقى يعني كيميرا هكا المخدة اللي من داخل تبقى بينها يعني هادي حاجة ما عجبتنيش قد لكم دارو فيهم الصلد شريته 8.250 حبيتك انبدل شوية عندي مدة ما شريت الويلو معني شاشك فاضوك الفهمه بلي عندي مدة من اللي مش اسرية الويلو بس كنت عندي حاجة فر Character بش م Hell nubachi كل مرة نقول أنو وكان عنديه كانوا عندي هذا كنت كل حاجة تعجبني نقول الثنة الصح فنح نعقب علي هاد الحاجة librazi وصعدة نقول لي نشري الحاجة كان اللي خاصة بني يعني عندي الفرج والله الله يبرك عندي تحديثة ياللي جبت في جهازي عندي للي كوات عندي الصحة اه عن بلكم ان احن في طبعنا نحبو التجديد يعني نحبو نديرو حاجة بدل شوية لو ش عندنا شوفوا اذا انا خيرت هذك اللون وبعد كي ما حليتوش عند ملحانوت هدا وان حليتو فتحتو يعني معاكم امام الكاميرا هدا لو تحقاطي تاعم عمر بزيف بالورود والفراشات انا حبيت لاخر خير كان عدة الوان خيرتنا اللون لي يخرج ديم علي دي ثاندولي تاعي ودق نوريه لكم بعد ما فرشتو في الاول فرشتو بشكل طولي كما هكا وما بعد وليت غيرت وليت فرشتو بالعرض كان جاء احسن اذا ها هما المخاط قد لكم عندهم شطافة غميتية غزة ثمن المخاطة من داخل جات باينة برك هدي هي برك الحاجة اللي ما عاجبتنيش وتمنيت تاني بما انو جاي دوب الفاث تمنيت يكونو عندو ممن مخاط تال فراشات اللي منهين كونو حب نبدل ولا حاجة حاجة مليحة يعني تبنو كأنو عندك زج كواتات كي يتبدل يعني دوب الفاث اذا ها هو كيفاش يجي شويف خواتي بس ككان مطبق برك حتى نشري هديك يعني المكوات البخارية هديك اللي تمشي في الواحد هكا في الفراش ولا في اللي يريدو باش اطماتيكمو تحددها دي راك تومو يعني هو انفرش ها هو اذا هدو التغير باسيط قد لكم هكا كومد يعني النظرة مغايرة للغرفة حتى زوجي لي ما ينتبهش وانتبه المهمة هنا يوليت رحت للساشلنج كان عندي قشم اللي ولي انو الجو بارد ومعتم نحبش ننشر بره بزيب على جل الريح والبرد وكل شيء وكان ننشر برس قوني ساعات ننسى القشم على الخدمة بزيب ونجي عيانة وكل شيء ننسى حتى ما نحيته فالمرة هادي حطيته برك على عيني بساشلنج هاد مقابل الصوفاج نحيته كمارا كنت تلاحظه درته في الكغبي وان بعد رحت طبقته يعني هادي فما ها الصبحة تفوت كنت هادوك لمخاد انتركو في اللي نحيته من نهارة من قبل وطبقت لحوايج وكنت تاني بعد ما كملت التطبق انت على القش وم بعد ما انستاليته في الخزانة تركويت مع تركويت وليبونطان ومع ليبونطان وكل حاجة في بلازتها اروح تعقبت على الدنيا امسحتها امسحها خفو في برك لانه القروميناج نخليها نجي نغال مو ثبت ولا الجمعة ولا كي عود نهار لما نخدمش فيه هنا افتحت على كوكو تلقيت لعد الضطاب هنا قوين ملحتو شوفو كيف الجخوي تري يحب بلجة طايب ما شاء الله هدوك لبنات راح نداويه يعني انا نحب نداويه في الاخر بيش تبقى الريحة انتع هاديك الوحدة اللي ندلو تاع التون اذا في جبت المهرس هادا خاش هابي برك جبت ثلاث سنة انتعتوهم كي ما رقم تلاحظو كبار هاكا شوية وقدرت لهم في الفل اسود هادا هو الدولين ديروا يعني العدس كين يديروا الكمون انا منحبش الكمون في العدس اللي يحب يدير يدير كين يحبوا الريحة تاعوا المهم هرز تمليه حمليه حتى تشوفوه باللي تهرز خلاص كي ما رقم تلاحظوهم بعد ولي جبت شوية من هاداك العدس وزيتو لهاديك التتبيلة خلط كي ما هاك وضفت هديك التتبيلة للعدس خليتو واحد العاشر دقائق برك وطفيت عليه جابنين بنين 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 بزعي كي ما اشتو مبعد وليت هزيت العدس وهبطت التحت مبارك نعود نصور لكم مقططفات ان شاء الله ها التحت كي ما نعودون تغدى ونفرز الدنيا برك هذي فيديوهات تحفيزية ها هو بنين ريحتو يا لبنات معا لي ما نقولكم يعني نصحكم انكم تجربوا هادا الوصفة تعو هايلا هايلا بزعب ان شاء الله هايلا بناتكم الوصفة تاليوما والافكار اللي مديتها لكم هنا دقشو قيتو شوي مستوصلة بها زيتلو شوية انتا ملح ان شاء الله يكون الفيديو تاليوم للاعجابكم ورداكم ومديتو بعض الافكار نلتقي في فيديو لاحق دمتم في رعاية الله وحب ديه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة